اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الأعلى للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السنوية للغولف إحدى أكبر البطولات بين الفرق هذا الموسم وذلك بعد فوز نادي البحرين للغولف على نادي عوالي بنتيجة إجمالية قوامه 11 فوزا مقابل تعادلا وحيدا ليحافظ بذلك لعب نادي البحرين بلقب كأس سمو ولي العهد للفرق الزوجي حيث أقام سعادة الفريق الركنة دياب بن صجر النعم رئيس هيئة الأركام بتقديم كأس البطولة لقائد نادي البحرين عدنان السويدي خلال الحفل الذي أقيم في النادي اعتمدت إدارة بطولة ديزارت فورتس إقامة النزال الرئيسي لبطولة ديزارت فورتس 22 التي تقام تحت شعار المواجهة بين المصنف الثلاث عشر في الشرق الأوسط مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة المحترف حمزة الكوهجي والمصنف الثلاث عشر بالشرق الأوسط المقاتل المحترف السعودية عزيز الالدان والتي من المقرر إقامتها يوم السابع مارس المقبلة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا بحصول المصارع آدم على الميدالية الذهبية في وزن 70 كيلو جرام في البطولة الأسوية للمصارعة الرومانية والتي تستضيفها العاصمة التايلندية بنكوكا خلال الفترة من الخامس عشر لغاية 22 فبراير الحالي وهي أول ميدالية ذهبية لمملكة البحرين في لعبة المصارع وتعتبر الميدالية هي الثانية لمملكة البحرين في هذه البطولة بعدما حصد اللاعب محمد عبد الفتاح الميدالية البرونزية قبل يومين في وزن 98 كيلو جرام تاهل فريق الرفاع للمباراة النهائية بطولة كاس جلالة المملكة المفدى لكرة القدم وذلك بعد تغلب على الناد الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في الإقام الذي جمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي للبطولة رفاع تقدم مباكرا في النتيجة بهدف لمحترف السوري محمود المواصة في الدقيقة الرابعة قبل أن يعادل له للنتيجة عبر محترف البرازيلي دييغو في الدقيقة 28 بعدها أحرز السوري أحمد الدوني الهدف الثاني للرفاع في الدقيقة الرابعة والستين هذا وسواجه فريق الرفاع في المباراة النهائية نظيره فريق المحرق ترجمة نانسي قنقر